أهدى الله وقادكم أعزائي المشاهدين الأجواء اليوم مشمسة معظم الوقت مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تصل إلى 40 كم في الساعة متوقع أيضا مساء اليوم أن تكون الأجواء باردة نسبيا ورح يبين تأثير الجبهة الهوائية الباردة والأجواء الشتوية رح تبدي من مساء اليوم. الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء مشمسة الرياح شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها 9 كم في الساعة درجة الحرارة 22 درجة مئوية الرطوبة النسبية 22% أما الرؤية الأفقية تتجاوز 10 كم. صور الأقمار الصناعية تبين لنا أن الأجواء صافية بوجعهم على دولة الكويت لكن رح نلاحظ مساء اليوم عبور كمية من استحب خاصة على جنوب البلاد. تأثير المرتفع الجوي مستمر معانا. رح نلاحظ أيضا أن الرياح شمالية إلى شمالية غربية أحيانا على دولة الكويت وتأثير الجبهة الباردة رح يكون ملحوظ أكثر ابتداء من مساء الليلة. الأجواء في منتصف هذه الليلة أجواء معتدلة باردة نسبيا. الرياح شمالية إلى شمالية شرقية. متوقع درجات الحرارة رح تكون 13 إلى 14 درجة مئوية على المناطق الغربية. أما في مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي ما بين 16 إلى 17. على الساحل 19 درجة مئوية. جنوب البلاد ما بين 15 إلى 16 درجة مئوية. مع دخول ساعات الصباح الأولى من يوم الغد. أيضا تستمر الأجواء معتدلة صافية خالية من السحب. لكن راح تكون أجواء باردة. متوقع تصل الصغرة في الشقاية والسالمي إلى 10 درجات مئوية. أما في مدينة الكويت 14 درجة مئوية على الساحل 18. تنخفض في جنوب البلاد ما بين 13 إلى 14 درجة مئوية. و12 في شمال البلاد في العبدالي 12 درجة مئوية. ومنتصف يوم الغد أجواء تميل إلى الدفء مشمسة. معظم الوقت متوقع أن تكون العظمى ما بين 21 إلى 23 درجة مئوية على أغلب المناطق البرية وكذلك الجزر. الرياح راح تكون خفيفة السرعة تراوح ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. الأجواء في مساء يوم الغد راح تكون معتدلة. أجواء مناسبة لممارسة الأنشطة الخارجية. من مشي وكذلك ركوب الدراجات. والبحر هم راح يكون خفيفة إلى معتدل الموج. ارتفاع الموج يصل إلى ثلاثة قدم. ودرجات الحرارة راح تكون حول المعدل ما بين 14 إلى 20 درجة مئوية على أغلب المناطق البرية. البحر خلال 24 ساعة القادمة راح يكون خفيفة لمعتدل الموج. ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 4 قدم. المد الأول راح يكون الساعة 1 و45 دقيقة في منتصف الليل. المد الثاني ساعة 24 دقيقة مساء. أما الجزر الأول ساعة 9 ونص الصبح. والجزر الثاني ساعة 9 وثلث مساء. المواقيت بدنا الله حسب التوقيت. المحلي لمدينة الكويت. موعد أذان الفير الساعة 54. شروق الشمس الساعة 6.19 دقيقة. أما موعد أذان المغرب الساعة 54 دقيقة. التقسيم متوقع في مدينة الكويت خلال الخمس أيام المقبلة. باتشر راح تكون الرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه. تصل سرعتها إلى 30 كيلو متر في الساعة. أجواء مشمسة معظم الوقت. العظمى المتوقع 22. أما الصغرى 14 درجة مئوية. عقب باتشر راح يقلب الهوى شمالي غربي. تصل سرعتها إلى 40 كيلو متر في الساعة. متوقع أن تبدي تظهر بعض السحب العالية المتفرقة على بعض المناطق. العظمى 21. الصغرى 13 درجة مئوية. الرياح يوم الأحد راح تكون شمالية إلى شمالية شرقية. وأيضا راح تكون في سحب عالية متفرقة. ومساء يوم الأحد في فرص لبعض الأمطار المتفرقة على بعض المناطق. العظمى 21. الصغرى 14 درجة مئوية. يوم الأثنين راح يكون الهوى شمالي إلى شمالي شرقي. وفرص لبعض الأمطار التي قد تكون رأدية أحيانا على بعض المناطق العظمى 21 والصغرى 9 درجات مئوية ورح نوافيكم في تفاصيل أكثر عنها خلال النشرات القادمة أما في يوم الثلاثة رح يرجع الهوى شمالي غربي تصوى سرعته إلى 32 كيلو متر في الساعة تستمر بعض السحب العالية المتفرقة على بعض المناطق العظمى 22 والصغرى 10 درجات مئوية. أعزاء المشاهدين لمزيد من التفاصيل حول الطقس تقدرون تنزلون تطبيق كويت مت التابع لإدارة الأرصاد الجوية والآن نعود إلى الاستيديو الزملاء باسم الشمار والصالح الشمالي لكن بعد هذه الجولة لدرجات الحرارة في بعض العواصم والمدن حول العالم